يستعد لي اوقاتكم تابعين يعطيكم الصحة والعافية يا رب يساويكم اليوم اكلة من اكلات التراث بطاطا بالكشك هلأ نحط الزيت انعى الغاز تبعا نحط اللي يحمل شوي زيت نباتي معنا تقريبا اربعمائة غرام لحمة وبصل تنتين وبطاطا تنتين وخمس معالق كشك ومنحف الفول هاي هي المقضية واربع كاسات ما يبدأ ينحط اللق هلأ عم نبليش نحمل الزيت طبع عشان نحط اللحم نقليها اكلات وراسية تتافلي هاي الصبح يا المساكن بكون تحطول لحمة بكون بلا لحمة بتمشي حالة كمان يعني فيه ناس بحطول لحمة فيه ناس بحطول لحمة بس بطاطا وبصر يقلوها بس هي باللحمة تطلع طيبة لذيذة يعني كنت اطبخها هيك وهيك اما تطبخ باللحمة تطبخ باللحمة تطبخ باللحمة اكلات اجدادنا هاي اكلات الشتوية طبعا هاي اكل الكشك اكل الشتوية طبعا بس شوامة اللي بيعرفوها بقيت المحافظات ما اظن بتعرفها خواتراته نتعرف ال 합سسين ننتقل خواتر اللحنة نتكلم نضع البصات ثم نضع الابساء و نضع الابساء معلقة ملح ومص معلقة فنزة أكلة طيبة جيدة وصنع الكشك عندي صندوق الوصف وصندوق الوصف وطريقة الكشك البودع أو تجدون محلات سورية أضع البارسة سوف أضع البارسة سوف أضع البارسة نقوم بتحديد البطاطا نقوم بتحديد البطاطا نقوم بتحديد البطاطا نقوم بتحديد البطاطا مي السخنة 4 كاسات ماء كبار أو لتر مي 4 كاسات كاسات في هذه الطريقة نحمص الكشك مع اللحم وهي لا يوجد كابتل مع الكشك والدوق ملحه وحمضه إذا قال لي الحمضه رشات ملح لامو اضعوا له يغلوش خلطة ليست أبتة من 5-7 زائق لأن البطاطا تسوي ندق البطاطا استويت من نطف الغاز عليها طبعا حركوا وقعا نضلوا كل شوشوية حركوا وانشا ماي الكشك يرسي تحت بعد أول مجرد تدعم البطاطا نعم هي الأكلان المترجم للقشة نعم أكلت الشتاء يستور سميكة لانه انا انا اكلها بالخبز شايفين شوه تحبوه مريئة شوي سميكة هاي ترجاع نحط في الغاس انا بديها سميكة انا بديها مريئة بدي اكلها بالخبز بسم الله ما شاء الله تبارك الله شايفين منظرة شو يشحن باكلة سريعة وطيبة ولزيزة ما شاء الله هاي اكلتنا خلصات وسهلة وطيبة كشك البطاطا وقدامها بصل اغدر فجل جرجير مخلل انتو شو بتحبو تاكله قدامها طيبة هي بتتاكل بالخبز بتلوكو خبز بتاكلو فيها هي بالخبز التاكل كتير طيبة ولزيزة جربوها ما بتندمو يعطيكم الصحة والعافي بالعافي علينا وعليكم اكلت الكشك ما بتتفوطه اكلت الكشك بالبطاطا ما بتتفوط اكلته راسية اشتركوا في القناة